السلام عليكم ورحمة الله كل عام والجميع بكل خير ورمضان كريم بدون اي مقدمات عشان ما طولش عليك وليه بقى لان هو اصلا الفيديو هيكون طويل لان انا في فيديو النهاردة جمعت لك اتنين واربعين بيع اطفال موجودين عندنا في المكتب وفرشناهم لحد وقت تصور الفيديو لو عايز تتابع بقى الجديد اللي نزل بعد الفيديو ده او حتى تشوف شغلنا للرجالي والحريمي انت كده لازم تتابعنا على التليجرام اللي هتلاقي الرابط بتاعه موجود تحت الفيديو ده انصحك ما تفقدش ولا دقيقة من الفيديو وتكمله لحد اخر عشان في نهاية الفيديو هتلاقي هناك مفاجأة بس كده يلا بيد تشيرت بناتي للعيد وحاجة ببلاش كده التشيرت ده مأساته من اربعة لعشرة تلبيس فعلي من اثنين لتمانية التشيرت ده متصنع في مصنع تصدير يعني جوز التصدير والطبعة بتاعته سلكس كيرين واغلب الطبعات هتلاقي داخل فيها جليتر كمان حاجة محترمة جدا بتيجي كل قطع في كيس وكل لون بمأساته في باكت طبعات كتيرة جدا 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 وممكن تلاقي طبعات اكتر من اللي احنا بنتفرج عليها مع بعض دلوقت المهمة سيدي من اول ستين قطع حسبك على سعر القطع اثنين واربعين جنيه ولو خط داع في الكمال اللي هي مية وعشرين قطع حسبك على سعر القطع اربعين جنيه تشيرت أو بادي بناتي محترم جدا مأساته من ميديم الاثنين اكسرارجي يلاب السن محير المأسات بتاعته نقدر نقول توصل لحد اللي سمول في الحريم الخامة بتاعته سنجل الكرا قطن ومشني يعني او شني فيها كده تشبيحة زي ما انت شايف كده الفينش ولا اروع من كده وحاجة متصنعها في مصنع تصدير حاجة محترمة جدا المهمة سيدي الباكت بتاعها بيجي اثنين وتلاتين قطع متشكل من كل اللي انا بذكره وحضرتك بتتفرج عليه معايا دلوقتي من ميديم الاثنين اكسرارجي في كل طبعة من اللي انت بتتفرج عليه الكيس اثنين وتلاتين قطع لو خدت اكسين وده الحد الادنى للطلب هحسبك على سعر القطعة تمانية وستين جنيه اما لو خدت مية تمانية وعشرين قطعة يعني اربعة كياس فئة اثنين وتلاتين هحسبك على سعر القطعة خمسة وستين جنيه شيرت الكبير اللي من عشر الستاشر اللي هو اكبر من الاربع العشر اللي اتفرجنا عليه من شوية الشيرت ده نفس الموصفات متصنع في مصنع تصدير يعني جودة تصدير والخمة بتاعته قطن والمقسات بتاعته ترتبها من عشر الستاشر تلبيس فعلي من ست سنين تقريبا كده لحد عشر اتناشر سنة قطن مية في المية وفينش وجودة تصدير والطبعة بتاعته سلك سكرين وغلبية الطبعات هتلاقي فيها جليتر زي ما انت شايف كده مع طبعة اربع لون او كمسة لون وطبعا الطبعات سوابت بتيجي كل قطعة في كيس وكل لون بمقساته في بكت الحد الادنى للطلب ستين قطعة والسعر اتنين وخمسين جنيه ولو خذت مية وعشرين قطعة احسبك على سعر القطعة خمسين جنيه نقول مية تنبي ناتي الخمة بتاعته قطن مية في المية وترتيب مقساته من اتنين لتمانية قطن مية في المية وفينش وجودة تصدير وطبعة ديجيتال المهمة هو من اتنين لتمانية بس مقاس تمانية اللي احنا بنتفرج عليه ده ده من سن تمان سنين خارس يعني يعني ممكن تسع تنين عشر سنين نقدر نقول كده ان تلبيسه مرتاح المهمة يسيدي قطن مية في المية وفيه زي ما انت شايف كده في يونكا على السيدر وطبعة ديجيتال والفينش والجودة تصديره قطن مية في المية لو خذت مية قطعة احسبك على سعر القطعة خمسة وسبعين جنيه ولو خذت خمسين قطعة احسبك على سعر القطعة تمانية وسبعين جنيه ولكن الغالي عندنا هو بالفعل الرخيص خليني اقول لك بقى التشيرت اللي انت بتتفرج عليه ده مفيش حتة سادة مفيش حتة سادة دي كده زي ما انت شايف بيكا قطن مية في المية وزي ما انت شايف كده فيها قصات وفيها شغل وفيها تطريز زي ما ده تطريز مش طبعة مفيش حتة هتلاقيها مفاهاش شغل وده شغل مناسب جدا للعيد زي ما انت شايف دي كده معمولة ابليك باسم سوبر دراي وزي ما انت شايف ده ابليك جلد راكب على التشيرت والتشيرت رجلان يعني لازم تاخد بالك من التفاصيل دي يعني ايه رجلان اللي هي القصة اللي في القمة دي عشان اخواتنا اللي مش عارفين وتيجي تشوف هنا الرب او الراكب باورلي راش هنا التشيرت دي هي اللي لازم تاخد بالك منها عشان تقيم حتة التشيرت ده كده بيكا برضو قطن مية في المية وزي ما انت شايف كده الطبعة اللي عليه طبعة برزة جولد وهنا برضو نفس الموديل بس اللون تاني فلازم تاخد بالك من التشيرت بقى دي اللي في قلب الشغل علشان تعرف تقيم الشغل الحتة طبعا شريط تنظيف يعني دي مثلا اقل قطعة فيهم اللي هي مثلا طبعة ولكن خلينا نقولك قطن مية في المية برسولة محمل زي ما انت شايف دي حتة مثلا برسولة في بيكا والقمة رجلان وشريط تنظيف وزي ما انت شايف كده التطريزة جاب فلازم تاخد بالك من التاتشات دي عشان تعرف انت بتشتري ايه خلينا اقول لك اللي انت بتشتريه ده النهاردة التشيرت ده ما يقلش عن 120 جنيه 130 جنيه احنا هنبيعلك بكم بقى اللي انت بتتفرج عليه ده من اول 120 قطعة احزبك على سعر القطعة 65 جنيه حرفيا بنص 8 زي ما انت شايف كده كل تشيرتية هتلاقي فيها تاتش ليمكن تلاقي تشيرت مفهوش تاتشاية كده ومفهوش حركة ودلع بقى علشان العيد زي ما انت شايف كده شغل رجلان وشغل قبليك وشغل شريط حاجة محترمة جدا والرب بتاعها أورلي راش كل الكلام ده ما هو مصاريف في الحتة ودي بيكا قطن 100% يبقى نرجع ونقول من تاني التشيرت ده مقاساته من 2 ل 6 في بقى كتات زي ما انت شايف الشغل بيجي لك كده كل قطعة في كيس وفي بقى كتات احنا المفروض شارييني الشغل ده انه هو من 2 ل 6 ولكن خدنا بلنا ان في بقى كتات واصلة من 2 ل 8 يبقى احنا اساس كلامنا بنبيع لك التشيرت ده على انه من 2 ل 6 واسف ان الفيديو طول بس صنف محتاج شرح طويل فانا بقى اعطيزر لكم فاساس الكلام ان الباكتة دي فيها 4 قطع من 2 ل 6 خدنا بلنا ان في باكتات من 2 ل 8 طب بنرجع ونقول من تاني براند كيكل جانع للتعريف مصنع محترم جدا حتة راقية حتة تنفع للعيد زي ما انت شايف كده بص الشغل كل ما بنفتح بكتات بنطلع موديلات جديدة لو خدت ستين قطعة حسبك على سعر قطعة تمانية وستين جنيه ولو خدت مية وعشرين قطعة حسبك على سعر قطعة خمسة وستين جنيه بجد حتة شيك قوي وفي اللبس حد سوال حرج حتة جميلة جدا والاجمل فيها الخامة الخامة بتاعتها قطن سنجل لكرا وهو ما ادراكها من القطن حتة جمدة جدا والطباعة بتاعتها زي ما انت شايف كده على طول رجل من رجلين البنطلون حتة محترمة جدا حتة شيك يتقال عليها بنتكور او برموضة المهمة سيدي المقساتها من اربعة لعشرة وزي ما انت شايف الالوان بتاعتها نتفرج عليها سوا الحد الادنى للطلب خمسين قطعة والسعر خمسين جنيه ولو خدت مية قطعة حسبك على سعر القطعة تمانية واربعين جنيه شرط تنمي تصزير بكاراتين التصزير شغال اولادي وشغال بنادي وشورط طويل على فكرة يعني يعدي مرحلة الرجبة بكاراتين التصزير الخامة بتعطي قطن مية في المية وعلشان التنميشة اللي في الخامة دي فالخامة دي بيتقال عليها سيرمال المهم يا سيدي حاجة ببلاش كده وتفرح العملة بتوعك وتعمل دعاية على باب محلك او في مكتبك حاجة محترمة جدا بيكان بقى يا سيدي بتلاتة وعشرين جنيه من اول مية قطعة وبخمسة وعشرين جنيه من اول خمسين قطعة والمقسات بتاعته من اتنين لتمانية يعني نقدر نقول كده يلبس مرحلة عمرية من اول سنة مثلا لحد اربع او خمس سنين ده التلبيس الفعل لي اللي يلحق بقى بجد عشان هفرجك دلوقتي على ارخص طاقم بناتي ممكن تلاقيه موجود النهاردة وقطن مية في المية ده طاقم بناتي مقساته من اربعة لعشرة والطباعة بتاعته سيلك سكرين سوابت على الاقل اربعة لون وزي ما انت شايف كده الطبعة فيها جليتر قطن مية في المية الجميل بقى كمان انه طاقم براموضة والبراموضة بتاعته مطبوع يعني البراموضة بتاعته زي ما انت شايف كده هفرجك الطبعة فين بص الطبعة البراموضة مطبوع مهم قطن مية في المية والمقسات بتاعته من اربعة لعشرة ومتصنع في مصنع تصدير يعني جود التصدير حاجة محترمة جدا. المتاح الالوان اللي انت شايفها بطبعتها. المهم يا سيدي بقى حاجة ببلاش كده من اول مية وعشرين قطعة حسبك على سعر القطعة تمانية وستين جنيه. ولو خدت نص الكمية اللي هي ستين قطعة حسبك على سعر سبعين جنيه. طبعا بعض غيرك كده وبرده خلينا اقول لك اللي يلحق لان كميتها محدودة حسب التلتميت ربعمائة قطعة بس ده ليجين اه ما اصنع تصدير عنده خمات. خد الخمات اللي عنده وقفلها اللي انت بتتفرج عليه ده. فهي خمات رياضية على خمات شعيرات على اقطان ولكن في الغالب هي خمات رياضية. الخمات بقى كلها تصدير وهو مقفل الكلام ده كله مصنع تصدير. اه ده كده مرحلة عمرية هو سن محاير مرحلة عمرية نقدر نقول من ثمان سنين على الاقل لحد تلاتاشر اربعتاشر سنة وطبعا تشكيل موديلات والوان ومأسات عشوائي. الكيس خمسين قطعة بخمسة وتلاتين جنيه. الكيس خمسين قطعة من كل اللي انت بتتفرج عليه ده. انا مش عايز اقول مية قطعة عشان ما ياخدش الشغل ده عميل او اتنين. عايزين نفرح اكبر قادرة ممكن بالحاجات الرخيصة اللي معانا. فنقدر نقول ان الكيس خمسين قطعة والسعر خمسة وتلاتين جنيه. شفت حتة البومبناة دي حاجة بجدي. ده للعيد للعيد بقى. ده كده من غير ولا كلمة. ده كده شرط سمر ميلتون قطن بوائي تصدير. فرزة اول. قطن مخلوط. للامانة قطن مخلوط. بتيجي بشمعته كده. الشمعة بيكون عليها زي ما انت شايف كده. قطعتين. بتلاقي هنا فيونكا زي ما انت شايف. وبتلاقي هنا اتنين جيب في الصدر وبتلاقي طبعة على رجل البرموضة. هو شرط طويل. مش برموضة. هو شرط طويل. ودي الطبعة اللي بيكون عن الرجل. أغلب المدلات بيكون عليها الطبعة دي. وبيكون الرجل فيها تانية من تحت كده تقدر انت تفردها لو عايزها مفروضة. المهمة بتيجي. الشمعة عليها قطعتين. كلامنا سعر القطعة. سعر القطعة كان بقى يا سيدي. لو خدت مية قطعة حسبك على سعر القطعة اتنين واربعين جنيه. ولو خدت خمسين قطعة حسبك على سعر القطعة اربعة واربعين جنيه. المقاسات بتاعته المقاسات بتاعته زي ما انت شاف كده. المقاسات بتاعته من ستة سبعة لاربعتاشر ستاشر. من ست سبعة تمانية يا ربي. ده كده اصغر معي السبعة تمانية. سبعة تمانية ده يلبس فعلي سبعة تمان سنين. واربعتاشر ستاشر او اه ستاشر سبعتاشر يا عمر. اربعتاشر ستاشر يلبس فعلا اربعتاشر قمستاشر سانة. فيبقى نقول من سبع تمانية لاربعتاشر ستاشر. وآآ بسم الله الرحمن الرحيم من اول مية قطعة حسبك على سعر القطعة اتنين واربعين جنيه. ومن اول خمس سين قطعة حسبك على سعر القطعة اربعة واربعين جنيه. حت التحفة بجد يا جماعة. حاجة بلاش甚麼? عشان تفرح زبايلك واحنا كمان نفرحك. بص يا سيدي. ده شرط رياضي بوقتها الزير. آآ اولادي في الغالب اولادي آآ. هتلاقي القطة وهتلاقي نص كم وهتلاقي بكم الغالبية دلوقتي القطة. بكم بقى يا سيدي خمسطاشر جنونس. من اول من القطعة بخمسطاشر جنونس. طبعا بقى للبساكت والمصايف في الكلام ده في المصايف هتلاقي سعره راح في حتة تانية خالص. ارخص بولة شرط محير للمرحلة العمرية ده هتشوفه في مصر. ودي الدفعة التانية والاخيرة. الصنف ده كان جلنا قبل كده. الصغير مع الكبير. دي الدفعة التانية والاخيرة منه. زي ما انت شايف كده ركز معي. تطريزة يمين وتطريزة شمال. وزي ما انت شايف كده آآ رب آآ مقلم تريكو على آآ على القم يعني عن نص قم زائد اللي اهو شرط تنظيف. تمام. آآ البولوشورت اللي انت بتتفرج عليه ده تلاتة الوان. تلاتة الوان. وانسيت اقول لك ان فيها عصفورة هنا. بشريط تنظيف برضو في الدين. المهم يا سيدي ده من تمانية لتمنتاشر. مرحلة عمرية من تمانية لتمنتاشر. وتلات الوان. ودي كده الدفعة التانية والاخيرة. آآ بولوشورت بيكا تصدير حاجة محترمة جدا. هو متصنع في مصنع تصدير. دي الامانة. مش تصدير. يعني الخامة خامة تصدير. والجودة جودة التصدير. ولكن مش اردر بواقي تصدير او مش اردر تصدير. المهم يا سيدي الجميل بقى في الموضوع انه هو بكام من اول خمسين خطعة السعر تمانية وسبعين جنيه. الكيس متشكل من التلات الوان دول. والمقسات من تمانية لتمنتاشر. يعني يلبس لحد اول الريالي. والسعر تمانية وسبعين جنيه. دول بعتين شورت بواقي تصدير اولادي وبناتي. الغالبية او سبعين في المية او تمانين في المية كمان بناتي. فيهم شواء صغيرين هدهم لك كده هدية من الشورت ده. الشورت ده كان بتمانية وتلاتين جنيه. اولادي. فيه الوان مختلفة او في الوان مختلفة. بسيحنا بنعرض اللي فيه غالبية الشورت. طيب هنديك الكلام ده كله على بعضيه كده. الغالبية اللي هو الشورتة ابو بيه البناتي ده. آآ بكاراتين التصدير. فرزة اول او اتنى مية في المية سنجلترا. حاجة محترمة جدا. مأساته من اتنين لتمانية. من اتنين لتمانية. تلبيس فعلي من شهور لحد مسلا خمس او ستة سنين حد اقصى. ولكن الاولادي ممكن يلبس اكتر من كده. المهم يا سيدي آآ من اول مية قطع حسبك لسعر قطع تمانية وعشرين جنيه ومن اول خمسين قطع حسبك لسعر قطع تلاتين جنيه. آآ لكل مخام المقال والكل وقت زي ما بيقولوا ادان. فيه شغل كده احنا ما بينجبوش او مش بنعرضو. غير في العيد فقط. زي الشغل اللي انت هتتفرج عليه مع دلوقتي. ده براند تيكر. الكلام ده سريهات اميز سن محير. يلبس لحد اول اول ميديم كمان في الرجالة. زي ما انت شايف كده الاميز كله سريهات باكتات. آآ متسعر متين تسعة وسبعين جنيه براند تيكر. طبعا متين تسعة وسبعين جنيه دي دي السعر بتاع السل فاتت. آآ تمام? فطبعا السنة دي هتلاقي السعر ده راح في حتة تاني. شايف الفينش? شايف الجودة. بص كده الشغل عامل ازاي? شغل بجد. حتة للعيد. حتة بقى بتاعت عيد فيها تطشك كده زي ما انت شايف. حاجات محترمة جدا. آآ خمات ولا اروع من كده. نتفرج بقى التشكيل ده. ده كده هنقول لك من اول آآ ستين قطع عشان ما نسخلش عليك وبالكميات في الحاجات الغالية. نيسر الامور لبعضينا. فمن اول آآ ستين قطع احسبك على سعر قطعة مية وخمسين جنيه. اميس تيكر طبعا غني عن التعريف طبعا فرزة اول بتاع آآ آآ باكتات كل قطع في كيس كل سري كامل الالوان والمقاسات آآ شغل اميس السن محير للناس اللي فتحة في مولات الناس اللي فتحة آآ 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 اطفال اصعار. الكل الاميس على فكرة متسعر متين تسعة متين تسعة وسبعين جنيه. واحنا هنسلمولك آآ بمية وخمسين جنيه. بطلق حاجة بلاش كده بجد قطن مية في المية لما هتسمع ان الحتة اللي انت هتتفرج عليها دي دلوقتي بتشكيلها بسريهاتها ان الكلام ده باربعين جنيه يبقى انا ببيع لك الشغل ده حرفيا ببلاش. كل اللي انت بتتفرج عليه ده آآ آآ تي شورت آآ من اتنين لتمانية براند كيك الغاني عن التعريف. بس خلينا اقول لك ده كده براسولة وبيكة آآ مطبوع. جميل? ملوش علاقة بالبيع دي. البيع دي امه تمانية وستين وخمسة وستين برضو كيكي. ولكن دي قصة ودي قصة تانية خالص. ده حمادة وده حمادة تاني. المهم ما حمادة بقى اللي احنا بنتفرج عليه ده دلوقتي مأساته من اتنين لتمانية. آآ زي ما انت شايف كده كل طبعا قطع في كيس كل اربع قطع بيجو بكتة مقفولة نفس اللون. بنسبة كبيلة هذا الكلام. زي ما انت شايف كده شغل ولا اروع من كده. من اول مية وعشرين قطع. احسبك على سعر قطعة اربعين جنيه. ومن اول ستين قطع اللي هي نص كمية. احسبك على سعر قطعة اتنين واربعين جنيه. بجد حاجة بلاش. ورحمة الله الدفعة التانية والاخيرة من البولوشيرت الصغير اللي كنا مدخلينه مع مرحلة كبيرة. فصلنا ليه? وقللنا عشرة جنيه ليه? هقول لك دلوقتي. بص يا سيدي. اول حاجة كده عايزك تعرف انت هتدفع فلوسك في ايه? فلازم تقيم الحتة كويس. اول حاجة زي ما انت شاي في الخامة قطن بيكا مية في المية. فينش وجود التصدير في تطريزة على الكم. وفي تطريزة على السدر. واللياءة والرب اللي في الكم تريكو. زائد ان فيه عصفورتين هنا في الديل بشريط تنظيف. زائد ان فيه شريط تنظيف في الروبة من وراء او اللياءة من وراء. والتيكت طبعا بولو. علشان يكون مناسب او يكون مطابق للتطريزة اللي عشرة. بدأنا باللون الزهري ده زهري مش لابني زي ما الكاميرا ظهره. ده لون زهري. بدأنا بيه لان ده اللون الغالب يعني من تلت الكمية لنص الكمية وارد ان هي تجي لك اللون الزهري. اللون جميل. اللون مش وحش. وهو زهري مش لابني. المهم يا سيدي فيه تلات موديلات في الشغل ده. الموديل الاولان اللي بدأنا بيه. ودي كده الموديل التاني. تلات تطريزات. مش تطريزة واحدة. اتنين على السدر واحدة على الكم. التطريزات دي لوحديها النهاردة بقيت بفلوس وفلوس كتير كمان. المهمة كل اللي انت بتتفرج عليه ده موديلات كده كوكتيل في قلب بعضها واللون الزهري غالب. المقساة من اتنين لتمانية. وآآ هم تلات موديلات. الموديل التالت اللي هو القصات الاخير ده. من اتنين لتمانية. والكيس متشكل ستين قطع. والسعر بقى يا سيدي تمانية وستين. بدلا من تمانية وسبعين. النهاردة وحاجة مبلاش كده. من اول مية وعشرين قطع. برضو دي تالت بيع كيكي. دي كده تالت بيع كيكي. يبقى احنا عندنا دا كده بتمانية وتلاتين هنتكلم عليه دلوقتي حاليا. وعندنا دا ابو خمسة وستين وتمانية وستين. وعندنا دا اللي اللي لسه شايفينه من شوية ابو اربعين واتنين واربعين. نتكلم عالبوب كورن بقى. ايه البوب كورن ده? الخامة اللي انت شايفها دي كده. الشكل ده كده. اسمه ايه بوب كورن? جميل. الكلام بقى اللي هتتفرج عليه ده من اتنين لتمانية. من اول مية وعشرين قطعة بسعر تمانية وتلاتين جنيه. ومن اول ستين قطعة السعر اربعين جنيه. زي ما انت شايف كده في اه شغل فيهم اه العراقة او الروبة بيتقال عليها العراقة او الروبة وشريط تنظيف. فنش ولا اروعة من كده. برضو هي حتة ايه? اه حتة استهلاكية من مصنع كيكل غانية عن التعريف. وطبعا ببلاش. لانها قطن فطبعا قطن واتباعة وقصة. فبجد حاجة ببلاش كده. يبقى اقول من تاني كل اللي انت بتتفرج عليه ده. من اتنين لتمانية تشارت كيكي بوب كورن. اه من اول مية وعشرين قطعة السعر تمانية وتلاتين جنيه. ومن اول ستين قطعة السعر اربعين جنيه. بص بقى الشغل بقى بتاع كيكي اللي هو بينزل للعيد بس. واحنا ربنا كرمنا السنة دي معاه وبناخد البوائي بتاعته بربع التمن. شايف الشغل اه? ده بيكة. زي ما انت شايف كده. ده بيكة قطن مخلوط. حاجة محترمة جدا. وفيه قمر مقلوب من جوه بلوم مختلف. حتة بجد شيك قوي للعيد انت في محلك او في مكتبك بقى تقدر تطقم الكلام ده تحط عليه تيشيرت تحط عليه كالطايا بتاع. تثبطه كطاقم يبقى طاقم ببلاش او حتى عميس. المهم ده دي بتاعتك انت. المهم اللي احنا بنتفرج عليه ده دلوقتي. الحتة دي مقلوبة بعد الهالي. اللي احنا بنتفرج عليه ده دلوقتي من اتنين لتمانية. تلبيس كبير. اه الخامة بتاعته بيكة بقمر بلوم مختلف مقلوب. اه والسعر حاجة ببلاش كده. من اول ميت قطع حسبك على سعر القطع اربعين جنيه. ومن اول خمسين قطع حسبك على سعر القطع اتنين واربعين جنيه. ده طاق معيد بجد. طاق مش شكاوي. نتفرج عليه سوا كده. اولا هو مش تريننج. يعني زي ما انا شايف كده. انا شايف طاق مخروج يعني ينفع تشيرة اللي واحده كده. وينفع البنتكور او البنتلون اللي واحده هو براموضة. بنتكور طويل يعني. واتنين جيب. وشريط عيرة كده. والتيشيرت فيه تطريزة على الكم. اه مقاساته من اتناشر لتمنتاشر. اللي انت شايفه ده على المانيكان. مقاس اتناشر. اصغر مقاس. اللي هو حرفيا او فعليا بيلبس اتناشر سنة. حتة شيك قوي يعني انا مش شايف ان ده ترنجي للبيت. شايفوا الخروج? ينفع تشيرت اللي واحده بقى ينفع البنتكور او البراموضة يتلبس له. تعالوا نتفرج بقى على بقية الاشكال. طقم محترم جدا. فينش وجود التصدير. وقطن مية في المية. اشكال كتيرة جدا. زي ما انت شايف كده في عجالة هفرجك على طبعا كل طبعا من دول في منها الوان. زي ما شفنا الهوليستر الاحمر على المانيكان. وشفنا لون تاني. اه ده يلبس لحد في الريالي. يعني انا مش عايزة بالغ وقولك يلبس لحد في الريالي. طبعا المرحلة العمرية دي ما بنصدق نلاقي اي حاجة تلبسها. لان ده بقى اللي ما بين المحير الشبابي العالي الكبير يعني. واه اول الرجالي. جميل. اتفرجنا على الطقم ده. اه حاجة شيكاوي حاجة محترمة. لجد انا شافه طقم خروج محترم. طيب بي كان بقى من اول مية وعشرين قطعة. هحسبك على سعر القطعة مية واربعين جنيه. ومن اول ستين قطعة. هحسبك على سعر القطعة مية خمسة واربعين جنيه. اه اللي استفاد من الشغل ده قبل كده ده عالنا كتير عليه. اللي انت بتتفرج عليه. دي بقى محترمة جدا شغل اه المصنع الغاني عن التعريف مصنع كيكي. ده تشيرت قط من اتنين لتمانية. ولكن مقاس تمانية يلبس حرفيا عشر سنين. حتة محترمة جدا. حتة شيك جدا. اطن مية في المية. وفنش وجود التصدير. والطباعة بتاعتها سلك سكريين سوابت. آآ من اول مية قطعة هيكون السعر اتنين واربعين جنيه. وآآ دي الدفعة الاخيرة على فكرة يا جماعة. ومن اول خمسون قطعة هيكون السعر اربعة واربعين جنيه. حتى محترمة جدا. الوان العرض فقط المتاح. سامحني ان انا جاي اقطعك في وسط الفيديو عشان عايزك تاخد فاصل وتشرب لك كوبات شاي وترجع تكمل الفيديو عشان بس ما تملش منه. عايز افكرك واقولك ان الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها دي فيديوهات مقصوص منها كتير علشان خاطر بس ما طولش الفيديو اكتر من كده. ولكن لو انت عايز تعرف تفاصيل اكتر وتشوف صور الاصناف اللي انت بتتفرج عليها يبقى انت كده مستنيك على التليجرام وصدقني هناك هتتبسك كدير. الرابط بتاع التليجرام هتلاقي موجود تحت الفيديو ده. وبرضو عايز افكرك انك تكون سبب خير دي نتفعل لك على الفيديو ده بالتعليق الجميل والشير واللايك بيساعد الفيديو ده انه يوصل لغيرة غيرك ده احتمال ما يكونش يعرفنا. جاي يشترى مننا بقيت انت صاحب الخير ده. دي في العيش بتاعنا بتاع كل سنة وكل موسم وكل عيد. التشيرت ده محترم جدا. قطنق مية في المية. والفرايتي والتشكيل بتاعه كتير قوي. الفينيش وجود التصدير هتلاقي التشيرتايا فيها آآ شريط تنظيف هتلاقي فيها اتنين ابرة على الكولة او على الرب بتاعها. تشكيل كبير جدا آآ من اربعة لعشر. ده اولادي من اربعة لعشرة. زي ما انت شايف. الوان كتيره آآ ممكن تلاقي طبعة مطبوعة على اكتر من اللون وممكن تلاقي طبعات مطبوعة على لون واحد. آآ حتى محترمة جدا آآ وتشكيلها كبير زي ما انا ذكرت مأساتها من اربعة لعشرة اتنمية في المية متصنع في مصنع تصدير. والتباعة سيلك سكرين ثوابت. من اول مية وعشرين قطعة السعر اتنين واربعين جنيه ومن اول ستين قطعة السعر اربعة واربعين جنيه. نقول من تاني اه تشارة اولادي من اربعة لعشرة تلبيس فعلي من اتنين لتمانية. من اول مية وعشرين قطعة السعر اتنين واربعين جنيه. ومن اول ستين قطعة السعر اربعة واربعين جنيه. تشارة اللي من اربعة لعشرة اللي لسه متكلمين عليه ده المحير بتاعه. من عشرة لستاشر تلبيس فعلي من ست سبع سنين لحد نقدر نقول اتناشر تلاتاشر سنة. في الحدود دي. المهمة دي ده تشيرت قطن مية في المية. اه متصنع في مصنع تصدير وفي شريط تنظيف زي ما انت شايف كده. في الكولة. واتنين ابرة. طبعات سلك سكريين ثوابت وفينش وجودة محترمة جدا. بفضل الله احنا يعني زودنا السعر اتنين جنيه بس ما زال سعرنا مميز جدا. اه احنا الزيادة اللي بنتعرض لها بنحملها جزء وبنتحمل احنا معاك جزء تاني. المهم يا سيدي اللي انت بتتفرج عليه ده اه تشيرت من اربعة لعشرة قلنا من اول مية وعشرين قطعة هيكون السعر اتنين وخمسين جنيه. ومن اول ستين قطعة السعر هيكون اربعة وخمسين جنيه. تشكيل كبير جدا ومتاح عندنا كميات. كل حاجة ببلاش كده. طاقم اولادي مقساته من اتنين لست. اه بتمانية وسبعين جنيه. اه والله ده بتمانية وسبعين جنيه. انا اتفرج عليه سواء. ده قطن مية في المية. التشيرت زي ما انت شايف كده فيه شريط تنظيف. واتنين ابرة. ومتصنع في مصنع تصدير وقطن مية في المية. الشرط بتاعه بقى كمان اه اتنين جيب. وزي ما انت شايف كده كاميرا عريض. حاجة فينش بجد محترم جدا. فينش وجود التصدير وقطن مية في المية ومقساته من اتنين لست. وريني الطبع اللي عديد كده. تمام? من اول مية وعشرين قطعة السعر تمانية وسبعين جنيه. ومن اول آآ ستين قطعة السعر هيكون تمانين جنيه. طاقم العيد اللي بجد بقى. آآ المرة دي المقسات من اربعة لعشرة. وقطن محمل. قطن مية في المية محمل. وفنش وجود التصدير. اتنين ابرة على الكوت. وشريط تنظيف. وتطريزة على الكوم. وطبعة سلك اسكرين. وفي هنا التيكت. المرة دي كمان من الشرطة بقى المرة دي. بنتا كور. قطن مية في المية. باتنين جيب. وكوت من تحت. المقسات بقى يا سيدي من اربعة لعشرة. تلبيس فعلي. على فكرة البرامودة مطبوع. اللي يعني البرامودة اللي هنتفرج عليها دلوقتي. مطبوع. والطبعة واخدة. آآ اللي على البرامودة واخدة من الطبعة اللي على التشيرت. جميل. نتفرج بقى المقسات من اربعة لعشرة. تلبيس فعلي من ثلاث سنين لحد مثلا سبعة تمن سنين. الجميل فيها ان انت لما هتاخد حتى ستين حتة او مية وعشرين قطعة. ان يبقى فيهم فرايطة فيهم تشكيل ان انت هيبقى على الكوابيل آآ خمس ستة اشكال بألوانهم. فما يعتبرش موديل واحد يعتبر موديلات. كل التشيرتات على فكرة فيها تطريزة على القم زي ما احنا شايفين. كل الكلام ده وكل التشيرت دي طبعا بتزود في التكلفة. المهم يا سيدي هو آآ سعره الحمد لله قيمة مقابل سعر هو يعتبر ببلاش بالاسعار اللي بنسمع دلوقتي. من اول مية وعشرين قطعة حسبك على سعر القطعة مية وعشرة جنيه. ومن اول آآ ستين قطعة حسبك على سعر القطعة مية وخمساشة جنيه. لا طبع محرم جدا للعيد مقساتهم من اربعة لعشرة. بس ما انت شايف كده. التشيرت الطباعة سوابت سلك اسكرين. والتشيرت آآ برضو آآ اتنين قبرة على الكولة وشريط تنظيف. وقطن مية في المية. وشرط المقسات من اربعة لعشرة. والتلبيس فعلي من تلات سنين لسبع تمان سنين. نتفرج على الموديلات. بص كده الشورت بتاعه. اتنين جيب. ده كده مقس تمانية. آآ اشكاله حلوة قوي. يعني انت لما تاخد الستين قطع او المية وعشرين قطع بتبعك. هتلاقي فرش معاك اربع او خمس كوابيل. طب مش جدا. طبعته حلوة او صراحة. آآ في شياكة كده في الطبعة. مناسبة للسن ده. مناسبة للسن ده. جميل. من اول مية وعشرين قطع حسبك على سعر القطعة تمانية وتمانين جنيه. ومن اول ستين قطع حسبك على سعر القطعة تسعين جنيه. آآ آآ ارخص شورت تصدير محترم. هيقابلك ان شاء الله. ده شورت رياضي تصدير. من اتنين لتمانية ومدخل لك شوية معاه سن محير. طب هل معناه ان انا ببيع لك محير. لأ انا ببيع لك اطفال من اتنين لتمانية. بس وعده في اردارك هيجي لك فوس دي شغل سن محير. كسلنا ان احنا نفرز ونقول ده بكزا وده بكزا. بكم بقية سيدي بخمستاشر جنيه ونص والكيس مية قطعة متشكل من كل اللي هتتفرج عليه. الجميل في القصة ان موديلات كتيرة جدا وكلها خمات رياضية وكلها خمات رياضية محترمة بوقت الصدير فارزة اول وكلها خمات معالجة. نتفرج بقى على تشكيلهم. المقسات من اتنين لتمانية اطفال زي ما قولنا. تشكيل كبير اوي 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 يعني بص شايف كده بدأ يزهر معنا المحير. الحتة اللي وقعت دي سن محير. مقساتها ستاشر وهتلاقي فيها اربعتاشر زي ما انت شايف كده. خمات محترمة خمات آآ رياضية كلها معالجة هتلاقي فيها قصات وهتلاقي فيها تنجيب آآ حتة محترمة اوي. الكيس احنا مشكل انهلت من كل اللي انت بتتفرج عليه بص الحتة الرمادي اللي عادت دي. دي مسلا من السن المحير. بس بكرر انا ببعلك اطوال من اتنين لتمانية. مش ببعلك سن محير. بس هتلاقي وعد من السن المحير. حاجة ببلاش كده. حاجة نفرح بها عملاءنا وانت كمان تفرح بها عملاءة. الحتة دي كده سن محير. تمام? في كل ده في وسط الشغل. احنا ما فرزناش بنبيع بالبرقة. الكيس متشكل عشوائي. مت قطعة والسعر خمستاشر دي نونس. واخيرا وصلنا لنهاية الفيديو. خلينا اقولك في البداية كده. حمد الله عالسلامة. فاكن في بداية الفيديو لما اقولت لك تابع نهاية الفيديو عشان هناك هقولك كلام كويس. هنبدأ دلوقتي وهقولك على خمس حاجات كويسين. اول حاجة يا سيدي الفستان اللي انت بتتفرج عليه ده. اقوى واشك فستان بناتي. نزل في مصر في عشرين اربعة وعشرين. الفستان ده حصري عندنا. هنقلن عنه بكرا ان شاء الله على قناة تلجرام المكتب. زائد اي جديد بعد نشر الفيديو ده برضو هيكون على التلجرام. خلينا اقولك بقى لو انت مهتم اتبعنا وبالمرة كده تاخد فكرة عن شغلنا للرجالي والحريمي اللي نزل في الموسم ده او في العدة يبقى تابعنا على قناة تلجرام المكتب اللي هتلاقي الرابط بتاعها موجود تحت الفيديو ده. واذا كده كانت اول نقطة تاني نقطة عايزين نعرف كم بطل معنا قدر مجهودنا ووصل معنا لنهاية الفيديو. فلو انت من الابطال اللي قدرت مجهودنا ووصلت معنا لحد هنا من الفيديو من فضلك اكتب لي في التعليقات اولا دعوتين كويسين بس من فضلك يكونوا طلعين من قلبك. وبعد كده اكتب لي انا من الابطال. عشان نعرف كم بطل قدر ما كن. نمرة تلاتة يا بقى يا سيدي لو اردر حضرتك شحن خلينا اقول لك انك وانت بتطلب اي اردر بلغني ان انا من ابطال نهاية الفيديو عشان الشحن هيكون لك مجاني. خد بالك الشحن النهاردة بقى اغلي جدا بعد زيادة البنزين والسولار. بس انت اغلى عندي. ورابح حاجة بقى عايز اقول لك لو حابب تشرفنا بزيارة في المكتب خلينا اقول لك ان علشان ضغط الشغل في الموسم كل عمو انتم بخير. وعشان قلة العمالة عندنا. فمن فضلك بعت لنا الاردر بتاعك الاول على الواتسن جاهز لك اردرك. تجي تشرفنا على المعينة والاستلام. وخامس حاجة والاخيرة كل اللي شاف الفيديو ده اكيد من الناس الجدعان. ولكن اللي وصل معنا لحد هنا من الفيديو. فهو من الجدعان اوي. فكمل جميلة بقى وجدعانتك. ومشاركتك للفيديو ده والتعليق اللي هتكتبه عليه او اللايك. ده بيساعد الفيديو انه يوصل لغيرك. من فضلك ما تبقلش علينا. بالفضل لا. انك تعمل كده. علشان غيرك احتمال ما يكونش يعرضنا. ويجي يشتري مننا. انا تعبت من كتر الرغز في الفيديو. تحياتي للجميع. موسم خير علينا وعليك يا ربطنا معاك هو بالله. محمد عمران من مكتبه. مكتب قوت لي. اراعي الملابس المخفضة في مصر. سلام علي.